تعزيز التشاور والتعاون بغية إزالة القيود والعرقيل التي يواجهها مختلف المتعاملين لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المواد الأولية وضرورة تحديد الأولويات في مجال الاستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الاستراتيجية ذات قيمة مضافة وبهدف ضبط السوق وترقية القطاع الاقتصادية هي أهم المحاور التي تطرق إليها وزيرة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادية الجزائرية وفي ذات السياق كشفعون عن اجتماع ثلاثي الأطراف سينعقد خلال الأيام القادمة